قمر الطاي والتقاء الصادم ويا نيرمين مار رغم المشاكل اللي بينها وبين نور مار فيا حبايب قمر الطاي نزلت على حسبها بالانستغرام شوية ستوريات ويا نيرمين ومن نفس الوقت كانت وياهم ياسو ملتقين ويا بعض قاعدين بالمطعم فاكتبنا بالكومنتات شو رأيكم بهذا الموضوع طمان اغلى المتابعين توقعوا يا ما هي تريد ترجع عن نور مار يا ما من نفس الوقت ممكن تكون نيرمين طلعت من الفريق فما در الصراحة ان شاء الله لا اكتبونا بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر ننتقل حاليا لمحمد مار وعيد ميلاده فمبرحة يا حبايب عيد ميلاد محمد مار كل عام تب خير اقبل مليون سنة يا رب وطبعا نتسون يا حبايب نتعدوا بالكومنتات على عيد ميلاده ننتقل حاليا نورستار واسو والتقاهم ويا بعض الصادم طبعا ما يعرف يا حبايب ان نورستار تشاركوا مشاكل ما بينهم وبنفس الوقت اسو بالغلط حجة عن نورستار ومنعدين الصالحة ومن الواضح يا حبايب التقوا بالمال ديف ننتقل حاليا الباريش دالي يا حبايب وتهكير او تسكير حسابها بالانستجرام شي غريب صراحة ان شاء الله يرجع حسابها باسرع وقت كتبوا بالكومنتات شو رأيكم ننتقل حاليا الامير الحسين يا حبايب والتهجم اللي تعرضت له بعمل نزل شوية الصور نوعا ما كانت غير لايقة فاغلب الكومنتات شان يقولون ان الصورة غير مناسبة ومن هذا الكلام فكتبوا بالكومنتات استحق التهجم او لا ننتقل حاليا الفيديو الصادم يا حبايب الانتشار القمر طاي وياسو مثل ما شافين يا حبايب هذه الحفلة قاد يركصون بها كانت ياسو يا ترقوس منسل الوقت حتى قمر الطاي بوقتها حفلة كانت مع النجوة كرم مثل ما شافين من اللقطات اللي انتشرت وحصورهم ونشارها فشوركم هذا الشيء بعض الخاصة راتهجموا عليهم فكتبوا بلكومنتات شوركم حركة قمر الطاي وياسو ورقصهم بهذه الحفلة ويا ولد ننتقل حاليا اسامة مروي يا حبايب وتنزيل هذا الستوري اللي انتشان كاتب عليه صار بيتها عروس شكلة يليدي يتجواز مادر الصراحة كتبوا بالكومنتات هل تحبون ان اسامة مروي يتجواز او لا ننتقل حاليا يا حبايب المريانة غريب وتنزيل هذا المقطع على تيك توك قاد ترقص بي ولبست شوية غير لاق مثل ما شافين يا حبايب فتخلي اغلب الكومنتات انهم يتهجمون عليها ويسبوها مثل ما شافين فكتبوا اغلب الكومنتات هل استحققتها جمع تعرضت له او لا بس والله يا حبايب لنا وصلنا لنهاية المقطع اتمنى المقطع اجابكم فجروا مقطع باللايكات اشتركوا في القصص احبكم وبس مع السلامة